فضيع أحمد الرديني أحد الذين اختطبتم الميليشيا من حيس أثناء سيطرتها سابقا في العام 2016 وأفرجت عنه بعد تعرضه للتهديد والضرب لعدة أشهر فضلا عن تهديده بالأعدام بتهمة ملفقة بالتخابر مع ما أسمته الميليشيا بالعدوان حتى أنه أصيب ببعض الأمراض وأصبح يعيش في مدينة حيس بمنزل يفتقل لأبسط مقاومات الحياة ويقاسمهم الجوع والألم يا أخي الحوثيين أخذونا من داخل درية حيس من درية حيس الساعة 12 وانا في المطعم في حارة وانا دخلت تغدى في المطعم وهم أخذونا من داخل المطعم ويشلون فجأة كذا لا أدري ثين وألقوا علي الكبض تمام وألقوا على عيني وأخذونا لمكان لا أدري بوفين يعني من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 6 مغرب حصلت في ديوان في داخل مبنى لا أدري بوفين وفي الأخير قمت أسأل مين أنا قالوا أنت في الحديدة أنت في بيوت سرية أو كامل تمام ما هو حتى سجن أساسي ولا شيء بيوت سرية مغفية أنا طيعت الساعة 6 وين أنا قالوا أنت وأنا مغطى مازلت تتكلم وأنا مغطى أسمع صوت في العنبر أو أسألهم منهم أنتم قالوا أننا سجنة وأنتم سجن عندنا وزلت مغطى من الساعة 6 أو الغطرة حقيقة طويلة لما الصباح فوق العيني لا أكل لا شرب لا أدري على إيش مزنون هكذا واحتبس شهرين وأنا في معانا وضرب وتحقيقات وبهدلة يعني في اليوم في الليلة الواحدة يخرجون خمس مرات ست مرات يجتشاك يبهدلك يلقيك في غبار يلقيك في حاجة تراب حامي نار لا أدري كيف يجب أن يسلل بك الثياب ويسلل بك كل حاجة تخرج حالته بحالة وهذا الساعة الثناش في الليلة وصحبك وتعذيب وبهدلة وقوع وشمت معانا لا كده شفت لا في الدنيا ولا في الأخرى هذه المعانا معانا كده بعد شهرين بعد الشهرين هذي أقوا شلونا وغطوا على رجحي وبسزونا لا أدري في من إنه في سيارة وإنه في بس لا أدري لا صمع ست سنة وأنا في معانا في السجون من سجل لا سجل من سجل لا سجل يعني لا أجد شيء فقير لا أجد شيء ولا علي أي قضية هكذا بزونا هكذا عين عليك ولا مع أي أي لا يسألون شيء بزونا هكذا عدوانا هكذا يعني همجية حكموا علي بإعدام أو حكموا علي بإعدام قدام ما بين ثلاث سنة وعادة لم يكن هناك ورقوا بعد الإعدام قالوا خلاص أدفع كده كده مبلغ وقلت أنه لا أجد شيء لا أجد شيء أنا فاكير لا أجد شيء أنا لا أجدني بإعدام أسرتي لما أخذتها فقط لا أدري منعوا علي الإتصال مدية ثلاث سنة وثلاثة شهر لا أتصل ولا أعلم بحالهم وينهم لا أدري كيف أسرتي لا أدري كيف أقوهالي أنا عندي تسعة أقوهالي أصغر واحد كانت ستة شهر أنا ستجلت هنا وأقضنا ست سنة خلال سجون في الداخل السجون فقط مالي واجهت أمرض مرت بسجون مرت في السجون تعبت في السجون لا أحدثت بها وصلت الآن.. فقط دراستهم فقط حياتهم فقط أعمالي فقط أشيائي فقط زوجتي فقط بناتي فقط رقيت الدنيا مدمرة كامل لا عد معي بيت ولا عد حصلتهم حصلتهم مشتتتين مبهدلين هذا هو مخجول وهذا هو مصبوع وهذا هو خلص يعني هذا اللي لا عصلتهم الباقي الذي مريض والله أنه بعضه خارج مريض رهيب جنه حالة نفسية من كثرة المرض يمكنهم الحقوم على السرير الآن هؤلاء الذين كانوا ينسوا بوقتهم فعلا أضكعوا على السرير موجود ما زلت في البيت حقوم وعندما أصغرهما يعني لا أبقي لي شيء هكذا ضيعون وضيعوا حياتي وضيعوا مستقبلي وضيعوا باطن أي شيء يفتحون بني